أربع هداف حاسمة سجلها محمد صلاحة يملك النجم المصري محمد صلاحة لاعب ليفربولا الإنجليزي مجموعة رائعة من الأهداف الحاسمة التي أصبحت محفورة في ذاكرة عشاق الريتزا خلال السنوات الأخيرة وعلى الرغم من السجل التهدفي الكبير للنجم المصري في مشواره مع ليفربولا منذ عام 2017 حتى الآن إلا أنه يملك مجموعة مميزة من الأهداف الساحرة التي أنقذ فيها ليفربولا من الخسارة ووداع المنافسات مبكرنا سنقدم لكم في هذا الفيديو أربع هداف حاسمة سجلها النجم المصري محمد صلاحة في شباك العديد من الأندية الكبرى وأنقذ فيها ليفربولا من الخسارة أولا ليفربول وريد بول النمساوي أنقذ محمد صلاح ليفربولا مرتين أمام ريد بول النمساوي المرة الأولى عندما سجل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة أربع هداف مقابل ثلاثة على ملعب آنفيلد وفي المباراة الثانية على ملعب ريد بولا التي سجل فيها صلاح أجمل الأهداف في مسيرته ثانيا ليفربول ونابول الإيطالية أنقذ النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من وداع دور أبطال أوروبا بعد إحرازه لهدف اللقاء الوحيد ليفوز على فريق نابول الإيطالي في ملعب آنفيلد وهو العام الذي تويج فيه الريدز بطلا لأوروبا بعد الفوز على توتنهاما في النهائي ثالثا ليفربول أمام توتنهاما أنقذ محمد صلاح ليفربول من التعثر أمام توتنهاما بتسجيل هدف الفوز الذي كان يحتاجه الفريق لمواصلة صدارة الدور الإنجليزي حيث كانت المطاردة مشتعلة حينها بين ليفربول ومانشستر سيتي ليأتي صلاح للعيب دور المنقذة في تلك المباراة من وقوع فريقه في فخ التعادل رابعا ليفربول ضد كيلسي سجل محمد صلاح هدفا من تصيب صاروخية في مرمى كيلسي في المباراة التي جمعت فريقه مع البلوز في الدور الإنجليزي الممتازة حيث كفل هذا الهدف لليفربول تأمين النتيجة والإفلات من التعادل الذي كان من الممكن يحرزه كيلسي في أي وقت وقد تم اختيار الهدف كأفضل أهداف فريقه خلال ذلك الشهر اشتركوا في القناة